جوردون جاتلي هو الاسم الثالث الذي تردد خلال أيام قليلة لبريطانيين يشاركون في العمليات القتالية في أوكرانيا ضمن ما بات يعرف بالفيلق الأجنبي هناك وإذا كان جاتلي قد قتل خلال المعارك فإن الاثنين الآخرين مهددان بمواجهة المصير نفسه بعد أن قضت عليهما محكمة في إقليم دونستيك بالإعدام أمر يراه الخبراء خرقاً للقانون الدولي لقد عملا بطريقة مروعة تتنقض مع قوانين الحرب ومعاهدة جنيف وحتى مع معايير العدالة التي يفترض أن يتحلى بها المتحاربون وبينما نفل بريطانيان مشاركتهما في العمليات العسكرية كمرتزقة سارعت وزارة الخارجية البريطانية بإدانة الحكم الصادر بحقهما والمطالبة بمعاملتهما معاملة أسرى الحرب وفي الوقت نفسه طالب قانونيون بممارسة ضغوط أكبر لتأمين سلامتهما كل من شارك في المحاكمة أو الإعدام يمكن محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه شارك في قتل غير قانوني لأسير حرب وبالتالي يندرج تحت جرائم الحرب وهذا عنصر يتعين على وزارة الخارجية أن تستخدمه في ضغوطها لتأمين سلامتهما وعلى أي حال فأمام البريطانيين شهر لاستئناف الحكم فيما تتحرك وزارة الخارجية على أكثر من صعيد لمنع حكم الإعدام ويقول خبراء أن من بين الخيارات المطروحة عملية تبادل لبعض الأسرى الروس لدى أوكرانيا مقابل الجنديين البريطانيين وهو ربما ما كان محور محادثات وزير الدفاع البريطاني بن والس في أوكرانيا وأيضا محور الكثير من الاتصالات بين وزارة الخارجية البريطانية ونظيرتها الأوكرانية أشف سعد سكاينيوز عربية لندن